لأنه داء خطير ينكب الباحثون والعلماء حول العالم لاكتشاف علاجات له وتنشط الجمعيات والجهات المختصة في نشر الوعي حوله وأهمية الوقاية منه للحديث عن السكري وجديد الدراسات والسبل للوقاية تنضم إلينا دكتور جاكي قصوف معلوف رئيسة التجمع الوطني للسكري في لبنان دايا لاب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسكري صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح النوت بداية يعني نعلم أنه أرقام مرضى السكري تتصاعد كل عام أكثر لو هيك فيك تعطينا نبل عن أرقام السكري المصابين بمرضى السكري في العالم وفي منطقتنا بالتحدي طبعا عهد ولكن سمحيلي قبل ما نحكي أرقام السكري بس نقول أنه رغم الظروف اللي جدا صعبة اللي عم تمر فيها المنطقة وخاصة وطني لبنان وعم نشوف أرقام بغير مجالات للأسف بدي أقول أنه كتير مهم للأشخاص ينتبهوا لصحتهم لذلك مضطرين ندلنا نحكي بهالمواضيع الصحية خليني أقول أنه اليوم حسب الاتحاد الدولي السكري اللي بتشرف بإني مثله كنائب رئيس في عنا اليوم 537 شخص بالغ أو راشد يتعايشون مع السكري على أنواعه وطبعا هون منعرف أنه النوع الثاني هو الأكثر شيوعا خاصة بمنطقتنا العربية ومحيطنا لأنه نحن موجودين على الخارطة الحمراء بموضوع السكري الأخطر من ذلك ليس الأرقام الموجودة إنما أنه 752 مليون يرجح أن يكون العدد بسنة 2030 قريبا والأكثر خطورة أنه إذا وصلنا لسنة 2045 رح يكونوا الأرقام إذا ظلينا ماشيين هيك 783 مليون أي ما يقارب 40 بالمية زيادة عن اليوم اللي بدي أقوله أنه رغم هالأرقام المزعجة فيه دايما رسالة أمل وهي أنه الأرقام الموجودة فينا نساعدهم على حسن إدارة السكري إنما زيادة الأرقام ممكن نتجنبها وذلك من خلال الوعي ورفع مستوى التثقيف حول مخاطر وحول عوامل الخطر يلي هي كتير منها ممكن أن نتجنبها ونحافظ على صحتنا يعني مع هذه التوقعات والأرقام الخطرة خلينا نقول يعني هنا يأتي دور الجمعيات الاتحاد الدولي للسكري وكونك أيضا نائب رئيسة التجمع الوطني للسكري في دور كبير اليوم بتقوموا فيه لتجنب هذه الأرقام ربما في المستقبل طبعا هي نحن أهم هدف لألنا ورسالتنا هي تحسين حياة الأشخاص الذين يتعايشون مع السكري ومحيطهم أيضا وتثقيفهم وطبعا الوقاية هي كتير كبير مما نفعله لذلك البرامج التي هي مثلا السكري على مقاعد الدراسة السكري في المجتمع كلها تدور حول التوعية وسبل الوقاية من خلال إرشادات مبسطة من خلال نشاطات رياضية من خلال كتير أمور ولكن هون بدي ركز أنه كمان دورنا هو مع الأشخاص الذين يتعايشون مع السكري خاصة الشباب منهم يعني يلي عندهم السكري النوع الأول لأنه الدعم المعنوي هو شئ كتير كبير من حسن إدارة السكري وحسن التعامل معه بشكل جيد والنتائج مظهلة يعني الدراسات اللي دايما منقدمها بالمؤتمرات الدولية والإقليمية وحتى كل إنسان ضمن بلده وهذا أيضا دور الاتحاد الدولي للسكري أنه نضوي على أهمية الوقاية وتجنب الأشخاص الذين يتواجدون بمرحلة الخطر اللي هي ما قبل السكري واليوم عم نجرب ننزل الأرقام المؤشر لحتى يكون فيه توعية أكتر ولحتى نكون عم نساعد المجتمع على الوقاية من السكري لذلك كل سنة الـ guidelines أو الإرشادات العالمية بيصير أبحاث وبيطوروها لحتى الأشخاص يقدروا يعرفوا ولكن الأهم هي حملات التوعية لأنه من خلاله الناس من بعد الفحص البسيط يلي هو مؤشر ممكن انساعدهم يتوجهوا لطبيبهم ومن ثم لطبيب الاختصاصة لمتابعة هالمواضيع ولا يتجنبوه إذا غير مصابين السكري وأيضا ليحافظوا على صحتهم ويتجنبوا المضاعفات إذا كانوا عم يتعايشوا مع السكري بهالمرحلة طيب مع كل هذه الحملات التوعية وأيضا التثقيفية أيضا بموضوع السكري والفعاليات وما إلى ذلك لرفع الوعي في هذا الموضوع هل هناك من صعوبات عم بتوجهوها اليوم بتثقيف الناس وأنه توصل بالفعل الرسالي والفكرة بشكل مباشر؟ نعم دائما هناك تحديات نسميها أكتر من صعوبات خلينا نقول تحديات لأنه منحاول نتخطاها ومنحاول نشوف كيف بدنا نتعامل نحن وإياها لنوصل رسالة التوعية والرسائل التقيفية اللي عم نجرب نوصلها للمجتمع أول تحدي هو النكران يعني بيكون شخص أرقامه بتدل بشكل جدا واضح على أنه عنده سكري وبيقلك أنا ما عندي سكري وبيكون عم بيتناول الدواء اللي وصفوا طبيبه وبنفس الوقت بيقلك أنا لست مصابا بالسكري هيدا أول شغلة وثاني شغلة جدا مهمة وهي تحدي كبير للأشخاص المصابين بالسكري خاصة الشبيب منهم وخاصة الفتيات بمجتمعنا العربي وهي الستيجما أو التعيير بشعل كلمة شوي بالعربي ولكن موجودة للأسف خاصة بموضوع الصبايا وهون معلش خليني اسمحي لي اذكر أنه أنا أم لصبي تتعايش مع السكري نوع الأول وهي كانت الدافع والشريكة بتأسيس التجمع الوطني للسكري دايا لاب في لبنان واليوم هي متزوجة وعند ولدين لا يتعايشون مع السكري وليسوا مصابين بالسكري وهون بدي أقول رسالة أمل ورسالة توعية بنفس الوقت يعني الرسالة التوعية هي أنه خلينا ما نعير حدا بإصابته بالسكري السكري صحيح هو مرض مزمن ولكن هو حالة نحن منسميها لأنه بدنا نتعايش مع كل الحياة وبنادي وبنشد المجتمع العربي خاصة وكافة أطراف المجتمع أنه نساند الأشخاص ونناصرهم بتعايشهم مع السكري لحتى يقدروا يتعايشوا مع هالحالة بأفضل الأشكال وهيدا أيضا دور الجمعيات وتجمع الوطني للسكري بمحيطنا العربي وبلبنان تحديدا ودور الاتحاد الدولي للسكري بشكل على نطاق العالم بشكل واسع وأيضا رسالة الأمل هي أنه السكري ممكن يكون كتير صعب ولكن ممكن كمان يكون سهل إذا عرفنا كيف نتعامل نحن وياه والدعم المعنوي أيضا مهم جدا كما ذكرتي وكونك يعني أم لصبي مصابة بالسكري يمكن بتعرفي تفاصيل أكتر كيف يعني تكوني موجودة جانب بنتك وهي كمان رسالة يمكن للشباب يعني كل الشباب يلي مصابين واللي معرضين أيضا للسكري شو النصائح يلي بتوجهيها لإلن اليوم لا تفادي هذا الموضوع أو يمكن الأشخاص يلي مصابين أو بداية إصابتهم بالسكري شو النصائح يلي بتأدمي لإلن اليوم أول شي بدي أقولك أنه جدا مقرب إلى قلبي وقت اللي بيتم دعوتي لكون محاضرة مع فريق صغير جدا عدد كتير صغير من الأشخاص اللي هني بيكونوا حديثي الإصابة بالسكري يعني بعدهم ما بيعرفوا كيف التعامل مع الموضوع لأني مثل ما تفضلتي وقلتي أن وجدت بهالظرف أنا شخصيا مع بنتي وكتير بشوف النتيجة من بعد الحديث والدعم الذي يقدم لهم والإرشادات المبسطة لحتى نحضرهم نفسيا لاستيعاب الكم الكبير من المعلومات أنا رسالتي لهالشباب والصبايا خاصة ولكل الأشخاص اللي عم بيتعايشوا مع السكري بشكل مطلق هي رسالة أمل وتفائل إلى حين إيجاد حل جذري إن شاء الله بشكل إن شاء الله بفترة قريبة رسالتي لقلهم أنه يتعاملوا مع الموضوع بأكثر طبيعية ممكنة وأنه المجتمع يعملهم كأشخاص مثلهم مثلهم طبيعيين جداً يتعايشون مع حالة اسمها السكري وهو بدي يقول جملة بتقولها سلبي بنتي من أول فترة يثبتها بالسكري بتقول السكري ممكن يكون صديقك إذا عرفت تسيطر عليه وتتعايش معه ولكن ممكن يصبح عدوك اللدود ويؤذي صحتك إذا سمحت له حلو مثل كتير يمكن دكتور أيضاً أمراض الموضوع النفسي والمعنوي بأثر يعني هو ممكن خلينا نشفى من أمراض قد نفسيتنا هيك عارفة كيف تتعايش مع هذا المرض أو أنه كيف تتحكم في موضوع مهم جداً هناك هيك باختصار لو سمحت أخيراً يعني بعض الحقائق خلينا نقول وممكن ما تكون حقيقة بعض المعلومات عن موضوع السكري كثير بتكون شائعة باختصار خبرنا عنها وشو الحقيقي منها خليني قبل أذكر إرشادات سريعة وبسيطة رح يتفاجأوا العالم ببساطتها لكيفية الوقاية وحسن التعايش مع السكري وهي مثلاً الغذاء الصحي والمنتظم الممارسة البعض من الرياضة عقد ما الإنسان جسمه بيسمح له النوم المنتظم ممكن نحن ما بنعرف قديش أهمية النوم المنتظم ولكن الدراسات أثبتت أنه بيساعد على تجنب الأمراض وبساعد على حسن إدارتها بنفس الوقت وطبعاً الغذاء الصحي وإذا بدنا نحكي عن المعتقدات اللي منهم عدد كبير هو خاطئ مثلاً بنعتقد أنه الشخص اللي بيأكل كتير سكر يصاب بالسكري هذا طبعاً ليس حقيقة وإنما فكرة أنه كترة أكل أو استهلاك السكر يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة الوزن هي عامل من عوامل الخطر للإصابة بالسكري وأيضاً معتقد هذا عزيز على قلبي لأنه لاحظت أنه بعد فيه للأسف ناس بيفكروا إذا صبي خاصة مصابة بالسكري وطبعاً على الأنسلين يعني السكري نوع الأول فيه معتقد أنه ليس بإمكانها الزواج وليس بإمكانها الإنجاب والبعض يعتقد أنه إذا أنجبت ممكن يكون فيه عامل وراثي معتقد خاطئ هذا معتقد خاطئ الصبايا هذه رسالتي لإلون ولكل المحيط لا يعرفوا أنه النوع الأول ليس وراثي والصبي اللي عم تعمل الأنسلين إنسلين إنجاكشنز هي مستعدة لأن تتزوج مثل أي فتاة أخرى وتنجب وليس أبداً بالضرورة أن يصابوا أولاً عشان هيك يمكن مهم دور الجمعيات وهالحاملات التوعية لحتى نشر المعلومات الصحيحة بخصوص هذا الموضوع أنا بتتشكرك دكتور جاكي قصوف معلوف رئيسة التجمع الوطني للسكري دايا لاب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسكري شكراً جزيلاً لحضرت معنا اليوم شكراً لكليفزيون العربي على وعيه لأنه فقط من خلال الوعي تمت استضافتي شكراً لألكم شكراً لألكي أعطيكي الفعافية